هذه أبرز العنوين المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم الشاطئية يفوز على مصر بأربعة لثلاثة ويحتل المركز الثالث في كأس إفريقيا المنتخب القابوني مهدد بالانسحاب من مواجهة المنتخب المغربي في تصفيات إفريقيا لهذا السبب الكاف يقدم تعازيه في وفاة الدولية المغربية السابقة عبد العزيز برد أشرف حكيمي يكشف عن نقطة تحوله في مسيرته الاحترافية ليصبح من أفضل لعبين في العالم قبل ما نبدأ ما تنساش تشارك معنا في القناة وتفعل جل الجرس باشي وصلك دائما أخبار المغرب أنهى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم الشاطئية مشاركته في كأس إفريقيا مصر 2024 في المرتبة الثالثة عقب فوزي على مصر بأربعة أهداف لثلاثة في المباراة التي جمعت بين الطرفين يومه السبتة تنوب على تسجيل أهداف الفريق الوطني لكرة الشاطئية كل من عدنان وبحري في حدود الدقيقة السادسة ريدا الزهراوي في حدود الدقيقة الثامن عشر ومحمد منار في حدود الدقيقة الرابعة والعشون وأمين بيدري في حدود الدقيقة تنسع والعشون الجدير بالذكر أن الأسود كرة القدم الشاطئية فشلوا في بلوغ نهائي شيشل 2015 بعد الإقصاء من كأس إفريقيا عقب الخسارة أمام نظرائه موريطانيا بسبعة لأربعة في المباراة التي جمعت بين الطرفين لحساب النصف النهائي المسابقة يواجه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم خطر إلغاء مواجهته للمنتخب المغربي أمام القابون في نوفمبر المقبل بسبب الصعوبات المالية التي يواجهها مستشهر الرسمي المكلف بالتنقلات جميع اللاعب منتخب القابون تواجه الشركة الطيران المتعاقدة مع الاتحاد القابوني لكرة القدم خطر الإفلاس بسبب الصعوبات المالية حيث قامت بمراسلة وزارة الشباب والرياضة لاستخلاص الديون المتراكمة على المنتخب القابوني والمبالغ قيمتها أربعة ملاير سنتيم وأمهلت الشركة ذاتها وزارة الشباب والرياضة القابونية مهلا حتى الفاتح نوفمبر المقبل لتسوية المشاكل لتفادي إفلاس الشركة وبالتالي سيواجه خطر الاعتدار من مواجهة المتخب الوطني المغربي تتكلف الشركة الطيران المتعاقدة مع الاتحاد القابوني بالسفر والتنقل جميع اللاعبية المتخب الوطني للمتخب القابون لإستحققاتهم بالمعسكر المتخبات بلدهم ولم تحصل على مستحقاتها منذ مدة طويلة ما تسبب لها في أزمة مالية تهددها بالإفلاس كان المتخب المغربي قد فزع نظيره الوكابوني في ملعب أضرار بيغاديا في الجولة الأولى من تصفية المؤهلة إلى كأس من إفريقيا قبل أن يحقق ثلاثة انتصارات أخرى على ليسوتو وإفريقيا وسطى ذهابا وإيابا علما أن جميع المباريات أجريت في المملكة المغربية قدم الاتحاد الدولي لكرة القدم تعازيه في وفاة الدولية المغربية السابقة والذي وفته المنية أولى خميس إتر سكتة قلبية كتب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكعف تعزيه نشرها عبر موقعه الرسمي معلقا يعبر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن حزنه العميق بعد وفاة الدولية المغربية السابقة عبدالعزيز برادة وسط ميدان المنتخب الوطني المغربي توفي اللعب المغربي الذي شارك في دورة الألعاب الأولمبي 2012 وكأس يمم إفريقيا تحت التايتو العشرون سنة سنة 2011 عن عمر ينهاز 35 عاما نتيجة أزمة قلبية اختتم يقدم رئيس الكعف تعازيه الخالص لعائلة عبدالعزيز برادة وللجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وللشعب المغربي جميعا رحمه الله عبدالعزيز برادة وأسكنه فسيح جنتها كشف المدافع الدولي المغربي أشرف حكيمي المحترف في صفوف نادي باريسان جرمان الفرنسي عن الآثار الكبير الذي تركه فترة تواجده في نادي انتر ميلان على مسيرته الريادية أكد أشرف حكيمي في تصريحات نقلتها نوت فوتبولا يوم الجمعة أن النادي الإيطالي سهم في تعزيز مكانته بين نجوم كرة القدم العالميين معتبرا أن تلك الفترة كانت لا تساء قال أشرف حكيمي انتر ميلان عزز مكانتي بين النخبة في كرة القدم هيتو أضاف تم جاءت حقبة باريسان جرمان الرائعة إنها فترة لا تساء لكن الفضل في الوصول إلى هنا يعود إلى انتر ميلان أكمل قائلا أعيش واحدة من أفضل لحظات مسيرة لاحتراف مع نادي باريسان جرمان لكن كل ذلك جاء بفضل الخبر التي اكتسبتها مع اللاعب لنادي انتر ميلان الإيطالي وبرز الدولي المغربي أشرف حكيمي من بين أبرز لاعبي كرة القدم العالميين في مركز ضهير الأيمن لنادي باريسان جرمان حيث أصبح من بين أفضل لاعبي العالم على مركزها نظرا للمستوى الذي يقدمه والمردود التابث والقوي الذي أظهرها مع فريقه فاز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم للسيدات على نظير المجغب التنزاني بأربعة هداف لهدف مساء أمس الجمعة على أرضية الملعب لابجيكو بمدينة الدر البيضاء في إطار الاستعدادات الطرفين للاستحققات القادمة افتتح المهاجم ابتسام جريدي حيث تسجيل في حضوض الدقيقة السابعة وعشرون قبل أن تعادل تنزانيات النتيجة في حضوض الدقيقة الثانية والأربعون بواسطة لاعبتها كاسونو لونياميل وفي الجولة الثانية عادت المغربية إلى التقدم بهدف وقعته كريسترس جون ضد مرمها ثم أضافت غزلان الشباك الهدف الثالث في حضوض الدقيقة الثالثة والسبعون واختتمت شابل مهرجان الأهداف في حضوض الدقيقة التاسعة والسبعون هذا وسيواجه المنتخب الوطني المغربي للسيدات منتخب السنغال ليوم التلتاء القادم على ملعب الأبجيغو انتلاق المئة الساعة السابعة مساء بتوقيت غينيت حيث سيزدل بهذه المباراة الستار على المعسكر الإعدادية الحالي للمنتخب النسوي وذلك تحضيراً للاستعدادات والاستحقاقات القادمة للمنتخب المغربي النسوي ترجمة نانسي قنقر